ليه غنيتي على استحياء في عيس كريم من فدلين؟ صحيح؟ ليه؟ لا يعني المفروض انه حتى حسام حسني كان في الحفلة بتاعت ساقية الصاوي وقعد قال كلام حلو قوي لان احنا تقابلنا في عيس كريم في فدلين يعني وهو كان كمان غير انه كان ملحن جميل كان وقتها طالع بقونيات هيلة يو ولما غنناها تاني في الساقية واحنا مش عاملين عليها بروفا وقال كلام جميل جدا بصراحة انا نفسي اتفاجأت بالكلام اللي قاله وشهادت حق جمدة جدا انا بشكره جدا عليها يعني فكان المفروض اه كنا حن يلحنوا كده فلحننا بعديها بقى بعد ما خرجنا حبيتلي مين اكتر؟ يوم مر ويوم حلو ولا عيس كريم في جليم؟ لا ده حاجة وده حاجة لانه كمان كان لسه عيس كريم جالي للسيناريو وما كانوش اختاروا الشخصيات فانا قلت الاساس خيري انا عايزة دور التاني ما كانش لسه اختار فيه جهان فاضل فقلتوا انا عايزة دور التاني قال لي ايو بس ده دور صواره في اخر الفيلم احنا عايزينك بطلة الفيلم فانا كان عجبني الدور التاني مش الدور ده وده اول مرة اقوله يعني بس هو قال لي لأ انا شايفك في الدور ده اكتر وكده بتاع ايس كريم وطبعا جيهان عملته حلو جدا بس انا دايما بشوف نفسي في حاجات وبعد ايس كريم في جليم قررت انه في الدراما وفي الغنى ارائي هي يا عملها يا ما عملهاش خالص ايش معنى كده انه عايز كريم عايز كريم من لغاية هذه اللحظة الناس بتحط صوارنا انا وعمرو وعمرو وانا وكده يعني اللي هي الاغاني والحاجات والمشاهد يعني لو رجع بيك الزمن تاني هتبقى مصرع لانه تعملي الدور اللي قدميك بعد كده جيهان لا حبقى مصرع غني في الفيلم ده بشكل اقوى شوي خرجتي من الفيلم وانت حاسة ان الكسبانا ولا خرجتي وانت حاسة انك خسر عنه لا انا عمري ما ببص ورا دي فكرة وقتها وقتها انا بدل قررت ان انا حاجي البرنامج يبقى حامل اللي اقدر عليه عشان الحلقة تطلع حلو من وجهة نظري لو رجعنا ما برجعش هتعملي الدور بتاع جيهان فاضل ولا الدور بتاع سيمون لا حامل بتاع سيمون بس هغني فيه انت عارفة ان الدور بتاع سيمون اقوى يمكن عشان ها عملتوا وارد جدا وارد جدا بس عمليا اصلا هو ده اللي عمل الانقلاب في حياة بطل الفيلم عمر دياب ليه ده هو مثل بعد كده مع النجم العالمي عمر الشريف والفنانة يسر مش في حياة عمر دياب في حياة البطل بتاع الفيلم جوه الشخصية يعني اللي خل حياته كلها تشقلبت هو لخبطت العلاقة ما بينه وما بين خطبته اللي انت بكنت بتقدمي دوره تفتكر؟ اعتقد جدا وجد نظرة كده؟ مش شايفها كده؟ حسين الامامة وهكذا الولد نفسه الشاب سيف ده هو مصار حياته اختلف بالكلية فبقيت احداث الفيلم بسبب فساد علاقته اللي حصل او الخلاف الكبير والخناء اللي ما بينه وما بين بطلة القصة الرواية اللي حضرتك جسدتها وهتمرض على الوضع الحيالي ومن بعدك عمري هيحلالي وكل الحكاية دي هنا حصل توست الولد اختلف سيف خد قرار يمشي في سكة تانية خالص غير اللي كان ماشي فيها مش حاسة بكده كل ده؟ مش معقول هنقوله الموضوع ده نشوف رأيه هو ايه في الموضوع هنشوف رأيه عمره ولا هنشوف رأيه خاري بشارة؟ هنشوف رأيه عمره هل سيف اختلف بعد كده ولا لا؟ مش حياتك بتقول حياته كلها اختلف بعد كده؟